أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 25-08-2024 الأسعار اختلفت والأسمنت في الأسواق النهاردة برضو الأسعار فيها اختلف وده لما نيجي نقارن المستويات بتاعة الأسعار بأسعار امبارح بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية تابعة المجلس الوزراء بالنسبة لأسعار الحديد النهاردة سجل سعر طن الحديد الاستثماري 39500 جنيه سجل تراجع قدره 600 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس حديد عز سجل 42 ألف جنيه وسجل تراجع بقيمة 250 جنيه حديد السويس سجل 39 ألف جنيه وحديد المركبي سجل 41 ألف جنيه وحديد بشاي سجل أيضا 41 ألف جنيه حديد العشري سجل 37500 جنيه حديد الجيوشي سجل 39 ألف جنيه بينما سجل حديد المصريين 41 ألف ومئة جنيه للطن حديد الكومي سجل 38800 جنيه للطن وحديد مصري ستيل سجل 39 ألف جنيه حديد بيانكو سجل 38800 جنيه للطن بالنسبة لشركة الجرحي سجلت 39 ألف جنيه للطن وسجل سعر حديد سرحان 38 ألف و 800 جنيه والجيوشي سجل 39 ألف جنيه بالنسبة لأسعار الأسمنت النهاردة سجل سعر طن أسمنت الرمادي 2550 جنيه سجل ارتفاع قدره 126 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس بالنسبة لطن أسمنت النصر سجل 1960 جنيه وأسمنت الشركة العربية سجل 2000 جنيه للطن بالنسبة لسعر طن أسمنت العسكري سجل 1950 جنيه أسمنت المصريين وأسمنت طرى و حلوان سجلوا 1990 جنيه للطن سجل أسمنت السويدي 2350 جنيه في الطن وسجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه 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 سجل